حكومة جديدة تتحسس الطريق ذاته نحو نهاية النفق ذهب رئيس الوزراء أحمد عبد بن دغر ضحية تسوية غير واضحة الملامح مع أطراف ضاقت بدوره ودور الحكومة الشرعية نفسها وعلى خلفية صراع كانت الجغرافية والهيمنة السياسية حاضرتين فيه إلى حد كبير جاء خروج بن دغر من الحكومة وفقا للمراقبين في سياق مهمة إقصاء شخصية ولم تأتي في إطار تغيير حكومي حقيقي يستجيب للتحديات المرحلة أو يعكس نية حقيقية لدى التحالف لتمكين السلطة الشرعية والحكومة من أداء دورهما على الساحة اليمنية وهو ما لم يحظى به بن دغر منذ تسلمه مهامه وحتى إقالته تسلم رئيس الوزراء الجديد مع عبد الملك سعيد مهامه ومعها إرثى حكومة سلفه كاملا بما في ذلك الوزراء وطاقم كبير من الوكلاء والمسؤولين فيما تبقى التحديات الاقتصادية التي أقل بن دغر بسببها وأحيل إلى التحقيق قائمة دون أن يلوحى في الأفق ما يشير إلى أن الحكومة ستضع يدها على إمكانيات استثنائية لتجاوز هذه التحديات يتسلح رئيس الوزراء الجديد والشاب بخبرة التكنقراط والسياسي معا فقد كان جزءا من الحالة السياسية التي أعقبت ثورة التغيير وكان حاضرا في كل محطات التحول السياسي من ساحات الحرية والتغيير مرورا بمؤتمر الحوار الوطني وعضوية اللجان الممبثقة عنه ووصولا إلى عضوية الحكومة عبر منصب مفصلي هو وزير الأشغال العامة الذي يرتبط بإعادة بناء بلد يحفه الدمار من كل جانب الاختبار الأصعب الذي يواجه رئيس الحكومة الجديد بنظر المراقبين يتمثل في قدرته على العودة إلى عدن وممارسة صلاحياته من العاصم المؤقتة وإطلاق يد الحكومة على موارد الدولة السيادية وخصوصا النفط والغاز بما يسمح بالسئناء في تصدير هاتين السلعتين الرئيسيتين لضخ المزيد من العملة الصعبة في الخزينة الخاوية طيلة الفترة الماضية ساهم تحالف الرياض أبو ظبي في تفكيك بنى الدولة عبر تنصيب قوى أمر واقع في طريق الحكومة نحو إعادة نفوذها وصلاحياتها ولا أسوأ من ذلك أن التحالف عمل على تجريف نفوذ الدولة وتغييبها في معظم المناطق المستعادة وعن أهم المعارك المصيرية على طريق استعادة ما تبقى من المحافظات بأيدي ميليشيا الحوث الإنقلابية تحديات لا يجدي معها التغيير نفعا في هرم الحكومة دون التمعن فيما تمثله هذه التحديات من خطورة على مصير الدولة اليمنية ومعها الإقليم برمته إذا مختلطت الأوراق